صباح الشرق وأي مكان بيحمل قيم ثقافة أهل المنطقة ما كده بس ممكن كمان ننشر الثقافة دي من خلال عاداتنا وتقاليدنا والإرث والمحمول الثقافي الموجود في أي منطقة كانت يا حسن كلت لأكيد كاميرا صباح الشرق حاضرة دائما وأبدا هذه المرة في الجزيرة على الضفة الشرقية من النيل الأزرق بولاية الجزيرة تقع محلية شرق الجزيرة هذه المعدية تعد السبيل الوحيد للعبور لتلك الضفة متجهين أهل مدينة رفاعة حاضرة محلية شرق الجزيرة التي اشتهرت بتعليم البنات واشتهر أهلها بطيب الأخلاق وحلاوة المعشر تركناها متوكلين على الله إلى قرية ود الحسين التي تقع في الجزء الشمالي من محلية شرق الجزيرة في طريقنا إليها وجتنا العديد من الماشية تسعى من مكان إلى مكان بحثا عن الماء والكلة فضلا عن قرى عديدة منتشرة هنا وهناك تستنشق عبر الهواء الطلق ها هي قرية ود الحسين تتراء في الأفق تخذناها فوجتناها مثها مث كثير من مناطق السودان فهي من المناطق التي تعايش فيها الناس بروح الإلفة المتؤلقة والانسجام التامة والأريحية الكبرى التي يحسها المرء عند معاشراته للكبار والصغار اشتهرت هذه المنطقة بالحرف اليدوية التي عودتهم على الصبر والتكافل الاجتماعي ولعل أهمها الغزل والصناعة الجلدي نصر الدين من سكان ود الحسين ورث مهنة الغزل والنسيج عن أجداده فأصبح يعتمد عليها اعتمادا رئيسا في توفير حاجيات الأسرة فضلا عن كونها الملازة الآمن له فهذا الرجل يغضي أوقاته مع أسرته الصغيرة يتناول معهم أطراف الحديث بين الفينة والأخرى ومن ثم يعاود العمل في هذا المكان المتواضع يصنع من هذه الخيوط المبعثرة منتجات أصبحت أكثر رواجا عن مثيلاتها ولما كانت المنطقة تعتمد على هذه الصناعات فكان لابد من أن يلعب أبناء المنطقة دورا في تعليم هذه الحرف لبنات وأبناء المنطقة بغرض المحافظة على تراث الأجداد من جهة والمساهمة في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بجعل الجميع يدخلون في دائرة الانتاج من جهة أخرى أما صناعة السعف فهي أصبحت من الحرف التي نافست الحرف الأخرى بالمنطقة فالحاجة فاطمة تقوم بإحضار المواد الخام لتصنع منها بعض المنتجات التي صارت مصدرا بديلا لعدد ليس بالقليل من سكان ود الحسين أما فتح الرحمن الأمين الذي تجاوز العقد الرابع من عمره ورث مهنة الصناعات الجلدية عن أجداده فأصبحت مهنته الأساسية بل الحرفة الرئيسة لغالبية سكان ود الحسين الذين يقومون بصناعة مختلف أنواع المصنوعات الجلدية ويستخدمون جلود الأبقار والمعز والثعابين وغيرها فالمنتجات الجلدية التي تصنع في هذه المنطقة كثيرة الأنواع يستخدمون في صناعتها كل ما هو جديد بهدف الحفاظ على مكانتها اللدى المستهلك في السودان خاصة عمدرمان هوات مدني التي تعد السوق الأكثر استهلاكا لهذه المنتجة فالمنطقة أصبحت قبلة للمهتمين بالتراث الشعبي من داخل السودان وخارجه سيماه أن أبنائها حرصون للمشاركة في كل المهرجانات المحلية والقومية بهدف عكس هذه المنتجات وعدات هذه المنطقة ورغم قساوة حياة البادية إلا أن ذلك لم يثن المواطنين في ود الحسين من الاهتمام بالأدب فظلوا يستعملون في شعرهم لغة وسطة وذلك بمزج اللغة العربية باللهجات المحلية المؤثرة معبرين عن تقاليده وعادات المجتمعات خاصة أهل البطانة الذين تميزوا عن غيرهم بدقة الوصف وعلى الرغم من التقليدية في تصنيع هذه المنتجات إلا أن كثيرا من دول العالم قامت بتطويرها وأصبحت مصدرا من مصادر الدخل القومية